طبعا عشان تشوفوا عقلية من يمكن أن ينظموا مظاهرات خارج مصر وبيقولك عشان تؤثر في الناس في الداخل ثاني وثالث بنقول أنه لن يتأثر أحد في الداخل هذه السلطة مدعومة بإرادة شعبية وبالتالي لا تنزعج لا من يوم الجمعة 28 ولا من أي يوم يوم الجمعة 28 حدوده كالتالي أنه 3-4 مظاهرات في الأماكن اللي بيتمتع فيها الإخوان بنفوذ زي نهية وزي بعض المحافظات سواء لسه في المينيا في الفيوم وزي الطلبية ويتم تصوير ده بالإضافة لأنهم كمان بيتدعونهم هيعملوا حاجة في السويس ويتم تصوير إلقاء مصاحف وزي ما قال وزير الأوقاف بيحذر أنه جاءته معلومات بذلك أنه يمكن للبعض أنه يرتدي ملابس شرطة وجيش ويدوس على المصاحف صور ابعت الشرطة والجيش في مصر تدنس المصاحف لكن من الذي دنسها من الذي لم يحترم قدسيتها واللي مش فاهم قدسية المصحف ويستخدمه كلعبة سياسية وهو منزة عن كل ذلك لقدسياته الشديدة التي لا يفهمون فيها هي جماعة الإخوان ده حدودها وعلينا إلا أنزعك طب شوفوا بقى حجم التنصل اليوم من مظاهرات الإخوان النهاردة أربع قوة قالت ما لناش علاقة بيها ومش نازلين وهي دعوة للفتنة الوسط اللي هو جزء من تحالف الإخوان حتى لو كان انسحب حزب الوسط وأعلن أنه لا يشارك فيها وأنها هي بمثابة دعوة للفتنة كذلك الجماعة الإسلامية طلبت اللي نظموها أن يتراجعوا عن ذلك وده حليف لجماعة الإخوان نشوفوا حلفاء الإخوان يتنصلون لأنهم هما بيتنصلوا ليه؟ لأنهم أدركوا فشلها أيضا مصر القوية اللي بيقوده الدكتور عبد المنعم أبو الفتوح أعلن أنه أيضا لن يشارك فيه هذه المظاهرات وقال أنه دي من أسباب الكوارث اللي بنعيشها هذه الأيام الدكتور أيمن نور ربما بصفته الشخصية وربما انطلاقا من حزبي قال أيضا أنه لا علاقة لنا بهذه المظاهرات ولن نشارك فيها وانتقدها بعد أن شعر الجميع بأنها مخيبة للأمال وأنها فاشلة وأنها تم فتحها وانكشفت كلهم بيقفزون من مركبها الآن كلهم بيقولوا ما لناش علاقة ولن نشارك في اللي هيحصل يوم 28 ويوم 28 رغم أنه البعض بيحاول أنه يعمل سيناريوهات خيالية ضخمة هي ما أكدناه وعشان كده علينا أن ننتبه لهذه المشاهد اللي احنا بعد ما فضحناها مش عارف إلى أين سيذهب ترجمة نانسي قنقر